بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا الله سبحانه وتعالى يا سادة جعل الحياة باب واسع من أبواب تعدد نعمه سبحانه وتعالى والحياة باب واسع مليان على النعم بيفتح على نعم لا تعد ولا تحصى فربنا جعل الحياة وما فيها كلها مدرسة نتعلم فيها ألوان من توددات الله سبحانه وتعالى لنا في أوقات لا تعد ولا تحصى وبيجي على الناس أوقات وأزمنا بيكونوا فيها في شدة ويكونوا كمان فيها في أزمة وفي لحظة ييجي فرج الله ييجي فرج الله عشان الناس تتأكد إن ربنا معاهم وأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعبادي وتبقى أيام الشدة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلاها تمر علينا أيام مش عشان يعذبنا ولكن عشان يهذبنا ومن أهم الأيام دي اللي بييجي فيها حد يعتدي على حد ويأخذ حقه فيأخذ ماله وأرضه ويأزيف عرضه ولكن الله سبحانه وتعالى أبداً لو ابتلانا بظالم لا يدعنا أبداً ولكن يفتح لنا باب عشان نعتبر وهنا بيعرف صاحب الحق إنه هو تحت نظر الله سبحانه وتعالى وصاحب الحق أبداً أبداً ما ينفعش إنه هو يفهم إلا إنه هو محل نظر الله وده الدرس المهم اللي قاني الأوان وجي وقت مذاكرته إن صاحب الحق في محل نظر الله وعشان كده ربنا جعل صفحات الأيام والليالي كتاب للتهزيب عشان يصدق على الحياة إنه فيها كتاب اسمه كتاب الحكمة بنتعلم فيه الحكمة وما يؤتى الحكمة فقد أوتي أخيراً كثيراً وإحنا النهاردة عن ذاكر عن ذاكر درس تحت عنوان واسع مهم جداً جداً ربنا علمهن مبدأ مهم جداً وذكرهم بأيام الله فتعالوا نتذكر ونذاكر نذاكر درس عجيب درس جيدنا من أرض النور الأرض اللي الله سبحانه وتعالى ما زال ينعم عليها بأنه تجلى عليها سبحانه وتعالى وتعلمنا الدرس ده إن صاحب الحق محل نظر الله وتحت نظر الله فلا يحزن ولا يخاف لأنه موصول على كل حال بمولاه وحتى لو ظن إنه في حال بعد وهوان ولكنه صاحب حق النهاردة عنفتح صفحة صفحة من صفحات السعادة السعادة بنصر الله وهذه صفحة تخلي الواحد أول ما بيذكرها يدب فيه كده حاجة من النور قشعريلة اسمها قشعريلة نور النعمة نور نعمة إيه؟ السعادة بنصر الله وما النصر إلا من عند الله ربنا بينصر أصحاب الحقوق مش عشان يتكبروا على الناس لكن عشان يعرفوا إنهم محل نظر رب العالمين ويتعلموا إنهم في المعية وده درس أكتوبر الأساسي اللي تعلمناه كلنا عشان إحنا كنا بنتعلم درس مهم في أكتوبر وإن إحنا في معية الله الدنيا لا ترى إلا الإنسان الذي يكون في معية الله ونحن لابد أن نرى درس أكتوبر من عند الله لأن النصر من عند الله ولازم نقول إن النصر تلات حروف نون وصاد وراء وأول درس إنك انت لو كنت في وقتك ده أو كنت في الوقت اللي بتتذكر فيه وقت أكتوبر حصل زلزال شديد ووصلت إن انت تقول متى نصر الله وإنت في حال شديد نعم من الاضطراب والخوف ومستعد إنك تدخل آه في الوقت ده بتبقى مستعد إن انت تدخل تدخل إيه؟ في أمن مولاك بس عشان تدخل في أمن مولاك لازم تدخل الباب سجدة لازم تدخل الباب فقير فمن دخل على الله فقيراً ساجداً متواضعاً آخذاً بأسباب نعمة الله تفتح له أبواب السعادة ولو حد زي ما هم قالوا نحن أبناء الله وأحباءه ما بيكونش جزاء على فكرة غير فخسفنا به وبداره الأرض اتخسف فيهم الأرض اتخسف فيهم الأرض ليه؟ عشان الكبر والغطرصة ويصبح ما أنفقه وينفقه عليه غيره حصر عليه وعشان كده لازم نفهم أن التدين الكمي عنده فهم مخطئ للنصر فيقول أن النصر لا يكون إلا في المعارك لأ احنا بنعفهم أن النصر في كل المعارك أن النصر ما بيكونش في معركة الحروب بس نسي أصحاب التدين نكمي أن فيه هتيجي تاني حروب مش هتستخدم فيها أسلحة أنا بسميها بالحروب المجتمعية حروب هدفها أن هي تنشر السيولة الدينية والإلحاد والشزوز والقضاء على الدين والقضاء على التراث والثقافة والقضاء على اللغة والقضاء على القيم والأسرة وكمان الدولة